تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بوضع حلول مستدامة للبنى التحتية في المناطق التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار بجانب مواصلة تحديث وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار وتعزيز مقاومات البنى التحتية بمعايير عالية لضمان جودتها واستدامتها بالتماشي مع خطط تسريع وتيرة الإنجاز التي يجب أن يلازمها التنفيذ المتقن للأفكار المطروحة والحلول المبتكرة في كافة المجال قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف اليوم بزيارة ميدانية مع محافظ المحافظة الشمالية علي بن عبدالحسين العصفور للإطلاع على آلية التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في منطقة اللوزي وذلك من خلال وضع الحلول المستدامة وبمعايير عالية لضمان جودة خدمات البنية التحتية وبين الوزير أن الوزارة قامت بإجراء دراسة عاجلة لأسباب تجمع مياه الأمطار في منطقة اللوزي والتي على ضوئها قامت الوزارة بوضع الحلول الاستراتيجية والمستدامة والمتمثلة في رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الأمطار من منطقة اللوزي وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة دوما على تطوير كفاءة البنية التحتية بما يتناسب التوسع العمراني والاستثماري الذي تشهده المملكة من أجل الوصول للبنية التحتية المنشودة المتوافقة مع المعايير العالمية ذات الجودة العالية مشيرا أن كل ذلك يأتي في إطار الحرص على مصالح المواطنين والمقيمين وتقديم كل ما من شأنه الخير والنماء للوطن ترجمة نانسي قنقر